السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا أصدقائي على قناة بيكس أرت بالعربي اليوم إن شاء الله سنقوم بتصميم هذه الصورة إن شاء الله الطريقة تنال إعجابكم ولكن أولا يا صديقي ادعمني بلايك للفيديو ونبدأ بعد هذا الفاصل القصير أولا بعد نزهاب لتطبيق بيكس أرت نضغط على كل الصور لإظهار الصور الموجودة بالهاتف ونقوم باختيار هذه الصورة يعني جميع الملحقات المتعلقة بالتصميم ستجدون رابطها في الوصف أو الرابط يمكنكم تحميلها نختار هذه الصورة بعد اختيار الصورة نضغط على إضافة صورة وتقوم باختيار الصورة الشخصية أولا لإزالة الخلفية نضغط على قطعة ونحدد بهذا الشكل على الصورة وبعد ذلك نضغط على هذا السهم الموجود بالأعلى هنا نبحث عن المناطق الغير ملونة بالصورة إن وجدنا نضغط على الفرشاه ونقوم بتلوين هذه المنطقة التي لم تلون بهذا الشكل هنا هذه المنطقة ملونة ولكن لا نريدها نضغط على إيقونة المسح ونقوم بحزف هذا اللون من عليها فقط نصغر الحجم قليلا لكي يناسب المناطق الضيقة وبعد الانتهاء نضغط على حفظ بعد أن قمنا بإزالة الخلفية يتبقى على الحواف قطع صغيرة جدا من الخلفية نضغط على إيقونة المسح الموجودة بالأعلى ونقوم بتنعيم الحواف أو بإزالة هذه الأجزاء البسيطة بهذا الشكل بعد الانتهاء من هذا نضغط على صح ونضع الصورة بالشكل المناسب على الخلفية ونضغط صح نضغط على إضافة صورة ونقوم بإضافة هذه الصورة ندخل إلى المزيج ونختار الشاشة نكبرها بهذا الشكل ونضعها بالأسفل ونضغط صح ونضغط مرة أخرى على إضافة صورة ونقوم بإضافة هذه الصورة ندخل أيضا إلى المزيج ونختار الشاشة ونكبرها ونضعها بهذا الشكل ونضغط صح ونضغط مرة أخرى على إضافة صورة ونقوم بإضافة آخر صورة ندخل أيضا إلى المزيج وكذلك نختار الشاشة ونضعها بالأسفل نضغط الآن على صح وآخر خطوة يا أصدقائي ندخل إلى تأثيرات ونختار من قسم المؤسرات نختار مراوغ نضغط عليه مجددا ونجعل التضاؤل بنسبة 40 ونضغط صح ونسمى نضغط على هذا السهم ونقوم بحفظ الصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في تصاميم جديدة إن شاء الله